شفافية عضل النزه وقضاء منصف فعل بعد قول عدم اليارات المسروقة من كبد الوطن تعود بعدا أصبح الترصد لكل فاسد هو معيار حماية أموال العراق نتائج جديدة في معيار التفاول الذي يطمئن العراقي لمنع استنزاف المال العراقي في جيوب المختلسين والفاسدين من عيار ثقيل في سرقة العراق وخيره حيث التقرير الذي كشفته هيئة نزهجة بما يحقق المراد من أهدف حكومية وأخرى قضائية لأول ستة أشهر من العام الحالي بعد أن خرج الخبر مدويا في ساحة الفاسدين باستعادة وكشف ومنع هدر أكثر من خمسة مليارات دولار مبلغ ضخم كان من المرجح أن يزيد لوعة العراقيين وخسارة فرصة المستقبل لكن وبعد نحيل 1775 وأصدر 858 أمر قد خلال النصف الأول من العام الحالي فإن الواقع مطمئن لارتفاع منسوب تطويق الفاسدين وحماية المال العراقي الرقبة المالية فاعلة وحاضرة بعد تصريح رئيس ديوانها أن ملفات الفساد التي شخصها الدوان في الوزارات وكل حالة تعرض بحالتها ما يؤشر لحقيقة ملموسة على الأرض قد تبشر بأيام أكثر أمنا وقضاء على الفساد